اشتركوا في القناة وقت المحادثة عندنا المفردات الرئيسية مدينة صغيرة مدينة كبيرة مدينة كبيرة اليوم ربما فاين بخير دي صفة طبعا فاين بخير او ام فاين يعني انا بخير سيريس جاد او خطير جاد او خطير سيريس سيت مقعد سيت مقعد المقعد اللي بيبقى مثبت في مكانه زي المقعد مثلا في بارك منتزه او اي مقعد يبقى مثبت في مكانه اسمه ايه سيت سيت ده غير ايه غير تشار تشار كورسي رايت صحيح رايت صحيح يعني اقول ايه ذاتس رايت ايجابة صحيحة او هذا صحيح كلاودي كلاودي يعني ملبت بالغيوم دي طبعا صفة كلاودي كلاودي ملبت بالغيوم طيب سيستر سيستر اخت سيستر اخت بيتر بيتر افضل بيتر افضل كولد بارد كولد بارد احنا كده بنصف الجو مسلا انه بارد نقول عليه ايه 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 الجو بارد دجري درجة الحرارة درجة الحرارة فاملي فاملي اسرة او عائلة فلو فلو هي انفلونزا نشوف هنا بوكابلري تاني زي ايه تونايت الليلة تونايت الليلة واذر واذر الطقس واذر الطقس هو حالة الجو في فترة زمنية قليلة او قصيرة نقول ايه واذر واذر الطقس تي اتش هنا تنطق ذا نشوف هنا كونجوجيشن 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 نشوف هنا ريينة في فترة زمنية ماوهة زي think think يعتقد او يفكر thought thought اعتقد او فكر اهي اختلف الفعل تمام اختلف شكله تمام بقى ايه thought thought طبعا جي اتش دي silent يعني ما ننطقه مش have او has معناها لديه او يصاب بي لما تيجي بعدها اسم حاجة من الامراض فاحنقول اصيب بي او يصاب بي طيب اصيب بالفعل اسمها ايه هاد كاثا may may دفع معنى ربما might might يبقى ايه might في الماضي هو الماضي بتاع ايه may hear hear يسمع heard سمع نشوف هنا expressions and phrases تعبيرات وعبارة زي have a seat لم اقول لحد have a seat اقول له تفضل بالجلوس have a seat بدأنا بايه have اللي هي مصدر الفعل ليه لاني دي تعتبر جملة امرية والجملة الامرية تبدأ بايه فعل في المصدر طيب هنا do better do better يعني يتحسن do better يتحسن هنا الابوستروفي بعدها دي better معناها هاد بتر هاد بتر يجي بعدها مصدر الفعل طيب هنا have the flu have the flu يعني يصاب بالانفلونزا take care take care كن حذرا take care كن حذرا او احترس نشوف هنا صفحة 235 عليها characters of the conversation شخصيات المحادثة عندنا كمال ومستر سامي story of the conversation قصة المحادثة بتكلم عن ايه كمال and mr sami are in the park كمال ومستر سامي موجودين فيه in the park في الحديقة العام they are talking to each other يعني هم يتكلمون مع بعضهم البعض the weather is cold الجو مال بارد and it's 23 degrees ويهدرجة الحرارة كم؟ 23 it's going to rain يعني سوف تنضل الجو سوف ينضل so mr sami wants to go home sami mr sami عايز ايه wants to go home يعني يريد الزئاب للمتصف نشوف هنا conversation نفسها بتقول ايه listen and repeat استمع وردد point to the speakers اشر للمتحدثين then listen again واستمع مرة اخرى اول حده هيبدأ الكلام مين ده كمال بيقول ايه بيلقي التحية على مستر سامي hi mr sami فهو بيقول له ايه hello كمال have a seat have a seat يعني تفضل بالجلوس كمال قال ايه thanks oh it's cold today انه الجو ايه بارد اليوم مستر سامي بيرده بيقول له ايه that's right it's 23 degrees it's 23 degrees يعني درجة الحرارة كام 23 مئوين هنا بيقول ايه كمال wow do you think it's going to rain هل تعتقد انها سوف تمطر فهو بيقول له ايه maybe it's getting cloudy ايه ربما it's getting cloudy يعني السماء كده ملبدة بالغيوم طالما ملبدة بالغيوم يبدأ دليل على ايه وجود مطر طيب نشوف صفحة 236 هنكمل بقى الconversation بتاعتنا بيقول ايه مستر سامي بيقول ايه so how's your family كمال بيسال كمال عن حال اسرتك كيف حال اسرتك يا كمال فطبعا هو بيرد بيقول they are fine but my sister has the flow they are fine لاحظ هنا ان هو قال له how is your family يعني كيف حال اسرتك هو كده بيتعامل مع family على انها اسرة واحدة يعني عشان كده استخدم is في المفرد طيب اما كمال لما جه يرد قال ايه they are fine يتكلم عن اعضاء الاسرة نقول ايه هم بخير انهم بخير but my sister has the flow نركز اسمها ايه has the flow يعني مصاب بانفلونزا has the flow طيب هنا مستر سامي بيقول ايه i am sorry to hear that يعني اسف لسماعي ذلك it's not serious انه ليس خطير she is doing better today التعمير ده مهم جدا she is doing better today يعني انها تتحسن اليوم مستر كمال بيرد بيقول good جيد جيد طبعا انها بتتحسن look it's starting to rain شايفين هنا look دي بتدل على زمن ايه المضارع المستمر اقول لحد انظر انظر على كذا ايه يبقى الشيء اللي انا بقول له انظر عليه هو كده لسه مستمر علشان كده هنقول هنا it وبعد كده اقصر في اس دي اختصار is وطالما فيه ضربته بيه يبقى الفعل يضف له ing to rain it's starting to rain هنا قال ايه i'd better go home take care كمال من الافضل ان اذهب للمنزل take care كمال احترس يا كمال فهو بيقول له buy mister sam هنا بيقول ملحوزات على النطق زي cold cold وكلاودي وتذكر حرف السي هنا كل الكلمات دي تنطق كال واحنا قلنا حرف السي انت ينطق س س يدي الصوت اس لما يكون بعضه ثلاث حروف يا اما i او e او y الحالة دي ينطق س طيب هنا لاحظ ان حفاية th في they و that ينطق that نشوف صفحة 237 عليها language functions وظائف لغوية واحنا قلنا وظائف لغوية بتعلمنا ازاي نطلب ازاي نرد على سؤال ايه ازاي نحيي وهكذا اول حاجة عندنا greetings greetings التحيات يعني ايه لما اجي احيي حد قدامي هقول له ايه hi mister sami هادي استخدم هنا ايه hi يعني اهلا طيب كمان بيقول ايه hello اقول ايه hello كمان مستر سامي بيرود بقول hello كمان اهو استخدم هنا كلمة ايه hello مرحبا وطبعا بعد hi او hello نضع كم اوكي طيب بعد كده نقول يعني الاخبار عن حالة الطقس لما نكون عايزين نقول حالة الجو كزا ممطر اه مشمس اه عاصف اي صفة من الصفة نقول ايه it's ونقول بقى حالة الجو ايه يعني هنا نقول oh it's cold today يعني انه الجو ماله cold بارد اليوم it's right it's 23 degrees هذا صحيح درجة الحرارة كده كم 23 درجة ما اوي نشوف هنا بيقول asking about someone's opinion opinion يعني رأي لما نسأل حد عن رأيك في كزا اقول له ايه do you think do you think واكمل الاشياء اللي انا عايز اخد رأيو في اقول له do you think it's gone too late هل تعتقد انها سوف تومطر قال له ايه maybe it's getting cloudy يعني اه الجو كده ملبت بالغيوم او السماء ملبتة بالغيوم نشوف هنا asking about someone's family السؤال عن عائلة حد عائدة شخص اقول له ايه عن حال العائلة يعني اسأله عن حال عائلة اقول له ايه how is your family how is your family يعني كيف اسرتك كيف حال اسرتك وهو هيقول they are fine وهو ايه الهنا الملحوظة اللي احنا بالفعل قلناها بيقول لاحظني كلمة family ممكن ان انا عاملها معاملة المفرد اهيه لما قلنا how is اهيه is تعبر عن المفرد اذا كنا نتحدث عن اسرك كل نقول له ازاي اسرتك ويمكن ان تعامل معاملة الجامعة اذا كنا نتحدث عنها كافراد مولا they are fine هم اللي هم افراد الاسرة they are fine هم بخير نشوف صفحة 238 فيها باقي language functions بتاعتنا بيقول ايه expressing sympathy يعني ايه التعبير عن التعاطف and sadness والحزن for hearing bad news لسماع اخبار سيء هنا بيقول ايه i'm sorry to hear that يعني اسف ان سماع ذلك i'm sorry to hear that نشوف هنا warning warning معناها تحذير احذر حد اقول له خلي بالك او احترس اقول له ايه take care take care كمان take care وفيه كمان be careful يعني برضو احترس هنا بيقول ايه ان احنا لما ندي اوامر او تعليمات نبدأ الجملة بمصدر الفعل جملة الامرية نبدأها بمصدر فعل واحنا قلناها المعلومة دي فيه عندنا check point check point ده هتلاقي اجاباته اساسا موجودة واحنا ايه احنا هنا بالفعل كتبناها هتلاقي اجاباته موجودة هنا بالمعلوم طيب نشوف صفحة 239 فيها conversation time exercise exercise على وقت حدسة الدرس الاول listen answer استمع وضع دائرة هنقول نص في زي ما احنا تعودنا كده في اربع نقاط اول نقطة تاني اتنين هتختار فيهم جملة نقطة تلاتة واربع هتختار فيهم السؤال اسمع معايا النص علشان تختار صحة هقول هنا في نومبر ون بقول ايه how is your sister she has the flu فين she has the flu اهي موجودة الدم نيبقى نقطة كده خط على الحرف ايه نومبر تو بتقول ايه نومبر تو بتقول how is the weather today how is the weather today how is the weather today فين 23 degrees اهي موجودة عند ايه برد نومبر ثري السؤال بيقول do you think it's going to rain yes i do فينها do you think it's going to rain اهي برد موجودة في ايه اما نومبر فور بتقول ايه السؤال بيقول is it cold today yes it is فين is it cold today اهي موجودة عند بي طيب نشوف هنا listen and complete استمع واكمل number two conversation بين كمان وسامي كمان بيقول ايه hi mister سامي مستر سامي بيقول hello كمان have a a have a seat ايبقى هنكتب هنا seat اهي يعني تفضل بالجلوس كمان بيقول ايه كمان بيقول ايه it's cold today يبقى هنكتب هنا ايه cold ادي cold طيب بعد كده مستر سامي بيقول yes it is how is your how is your family 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 اللي هي ايه العائلة ادي family العائلة كمان بيقول they are fine but my sister has a flu flu اللي هي ايه influenza ادي flu مستر سامي بيقول i'm sorry to hear that اياسف لي سماعي ذلك نشوف صفحة 240 فيها choose the correct answer from a b c or d طيب بيقول ايه today is cold اليوم القوئة بارد it's 20 20 ايه يا طرم نقول 20 ولا numbers ولا degrees ولا letter درجة الحرارة معناها ايه طبعا degrees طيب مال ايه clouds clouds d معناها سحابات او نقول عليها غيوم numbers ارقام letters حروف لا احنا عايزين ايه هي دي لتعبر عن درجات الحرارة hello ramy hello ramy اهلا رامي a c تقول له make make معناها يصنع او يجعل drive يقود ولا dub يفعل ولا have have a seat طبعا have a seat معناها تفضل بالجلوس it's a cloudy it's making cloudy ولا getting cloudy ولا going ولا doing it's getting cloudy يعني ايه الجوم ملبت بالغيوم او السماء ايه اه ملبت بالغيوم ملبتها بالغيوم هايز اقول ان خلاص الغيوم بدأت تتجمع في السماء number four my sister is ill she is ايه the flu هنقول she having ولا هاد ولا هاز ولا هاب نقول she has she has the flu طيب ليه شنه is اس دي تعبر عن ان الجملة كده في المضارع طيب she المضارع لما اقول have ولا هاز ولا هاد ولا ايه هاول هاز لكن having دي فيها ing تعبر عن الاستمرارية ودي مش هتنفع had تعبر عن الماضي دي مش هتنفع معنا have اساسا مش بتيجي مع she بتيجي مع i we with a we number five do the sky is cloudy السماء ملبدة بالغيوم it's a to rain it's going ولا goes ولا went ولا go it's going ليه عشان هنا فيه is طيب ما فيه is يعني verb to be يبقى الفعل يوضاف ال i in v هول it's going to rain يعني انها سوف ايه طيب ليه علشان دي تركيبة المستقبل البسيط باستخدام going to اللي هو there to be ودي going ودي to ودي مصدر الفعل طيب number six بيقول ايه i'm late يعني انا متأخر i'd better a home i'd better يعني معناها ايها i had better طيب قلنا احنا التركيبة دي had better يجي بعدها ايه مصدر الفعل فين المصدر في دول going لا ده مضاف له i in re goes لا ده الفعل مضاف له is طيب to go لا ده احنا هنا احنا هنا حطين to قبل المصدر مش هتنفع عايزين من go اللي هي المصدر عشان تبقى i had better go home ايه بعدها مصدر نشوف number seven يقول ايه look انظر ات ايه تورين هقول start ولا started ولا is starting ولا starts طبعا is starting ليه لان look دي معناها انظر وطالما قلت انظر يبقى انا عايز بكلمه ده يشوف حاجة لسه تحصل حاليا بتحصل يعني استمرارية طيب طالما استمرارية يبقى لازم يكون فيها verb to be و ing هقول it is starting to be لكن start هنا ده المصدر بس مش هينفع started هنا ده الماضي مش هينفع starts مضاف الله اس عشان تبقى في زمن المستقبل زمن المضارع البسيط لا احنا عايزين هو زمن ايه المضارع المستمر لانه ده لسه بيحصل قدامه my brother اخي هازف له ايه عنده انفل وانز but it's not ايه it's not good ليس جيدا well it's not great ليس عظيما well it's not fine ليس بخير well it's not serious طبعا it's not serious معناها انه ليس خطير يعني امر مش خطير number four circle the odd word and replace it with a correct one ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بكلمة صحيحة number one sister اخت brother father اخ seat مقعد father اب طبعا المختلفة عندنا هو seat مقعد طيب عايزين نستبدلها بايه بفرض من افراد الاسرة فاضل مين كده ما قلنهوش mother هذه mother هذه mother وهي اللي احنا ما قلنهاش انكبر كده طيب هنا سامي كمال فاطمة رين لا المختلف هو رين دفاع لكن دول اسماء اشخاص طيب لو ركزنا في الاسماء دول هل هم اولاد ولا بنات ولا اولاد او بنات مع بعض لا هم اي اسم يعني انت كده مش مطالب انت تجيب اسم ولا بس او اسم البند بس اي اسم ممكن تكتب اي حاجة اه ممكن تكتب مسلا احمد اي اسم هادي احمد طيب نضع دايرة على ايه على رين والنهية دي دا فعل وده هو الكلمة المختلفة طيب هنا نمبر ثري سيريس سيريس يعني جاد او خطير وانت يريد فاين بخير هابي سعيد مين المختلف المختلف هو ايه وانت دا فعل معنى يريد لكن دول صفات نقدر نقول ايه صفة ممكن تقول هنجري ساد هنجري اي حاجة ممكن اقول هنجري هادي هنجري يعني جوعان ودي برضو صفة تاون مدينة صغيرة تونايت الليلة تودي اليوم تومورو غدا يطر ايه المختلف المختلف طبعا تاون هنضع دايرة كده عند تاون طيب عايزين كلمة مناسبة بديلة لها تناسب دول دا بيتكلم عن ايه مرة يقول الليلة اليوم غدا يبقى احنا ممكن نقول له ايه مسلا ممكن نقول ياستردي نكتب هنا ياستردي هذه ياستردي معناها ايه امس اوكي طيب هنا كلاودي كلاودي يعني ايه ملبت بلغيوم صاني مشمس ريني ممطر فضل ايه طبعا فاملي دي هي مشتبعنا يبقى فاملي هي المختلفة طيب ممكن نستبدلها بايه ممكن نقول ايه ممكن نقول ويندي ويندي يعني عاصف ايه دي ويندي يعني عاصف يعني ايه في رياح شديد اوكي نشوف هنا صفحة 241 اقرأ الفقرة واجب عن الاسئلة انا هدا عملي 13 سنة انا عندي ثلاث اخوة من الصبيان انا عيش مع اسرتي فين؟ الاسكندري نحن ذهبنا الى اسوان الاشتاء الماضي اسوان كانت احل يعني اكثر حرارة من الاسكندري ايه قم تاتهي كانت 38 ثلاثةا 38 اه 38 درجة ماي فاذر واص بورن في اسوا يعني والدي كان والدي ولد في اسوا عندي حقيقة مكان جيد جدا او جميل جدا الكثير من الناس يذهبون هناك في الشتاء اتمنى اتمنى اروح حاجة ثانية للاجازة القادمة اأتي مرة ثانية مع اصدقائي هدا lives in هدا كده عيش فيه طبعا هي قالت هنا يبقى هنضع خطة على طيب هنا هيقول أصغر ولا أبرد ولا أكثر حرارة ولا أكبر طبعا طيب فين يا مسجد فين دي هقول لك مش هو بيقول هنا بيقول هنا أصوان يعني أصوان كانت أكثر حرارة من الإسكندريا طب هنا قال العكس جاب إسكندريا الأول خلاص طبقاء إسكندريا هي كانت أبرد من أصوان أبرد في درجة الحرارة من أصوان نشوف نومبر بي هنا بيقول أجب عن الأسئلة التالية كم عدد الأخوة لدى هدا عندها كم؟ عندها ثري ها هو يبقى هناخد كده وهنكتبها هنا إجابة لنمبر ثري نمبر فور بيقول ليه لماذا يذهب الناس لأصوان في الشتاء؟ عارفين ليه؟ بيكوز إتز هوت يبقى هنكتب الكلام لأن الجو هناك حف هنقول ليه كده بيكوز بيكوز يا دي بيكوز هيتز هوت إن أصوان ونضع خلاص فسطة هنكبرها كده بيكوز إتز هوت إن أصوان إحنا كده ما كتبناش هوت نكتبه. لانه الجو حار في اسوان. بنشوف نمبر سيكس بيقول ايه? ري ارينز the following words to make correct sentences. اعد ترتيب الجمال الكلمات التالية لتصنع الجمال صحيحة. mother flew the has my. عايز اقول ايه? ماي ايه يا طرح? ماي ماذر. يعني والدة ملها. احنا كده جبنا الفاعل. طيب بعد الفاعل ايه? الفاعل فين الفاعل? has. يبقى my mother has. ذفلو. بس كده. يلا هنكتبها. my mother. my mother. ملها? has. ذفلو. لديها ايه? الانفلونزة. ونضعها خلاص. نصطب. number two. family. your is how? كمال. ده سؤال. عايز يبدأ به? how? كلمة الاستفهام. بعد كلمة الاستفهام ييجي ايه? الفاعل المساعد اللي هو is. بعد كده نقول. how is your family? منكلم مين? كمال. هو اللي هيجي في اخر عقل. يبقى هنقول ايه? how is your family? بكلم مين? نضع كومة الاول. وبعد كده هقول مين? كمال. هادي كمال. واضع اخر حاجة على الاستفهام. طبعا احنا حطينا كومة هنا. عشان اسم المخاطب جاي في اخر الكلام. how is your family? كمال? كيف حال عائلتك يا كمال? اقشوية زفان وكسنتنسز. ضع علامات الترقيم للجمل التالية. she is doing better today. اول حاجة. عرف الاس داي بكبد. طيب. she is. هنا في اختصار. اختصار ايه دي? اختصار is. يعني فاصلة عليا. فاصلة عليا. طيب. he is doing better today. خلاص احنا خلصنا كده نبع فلسطة. دي جملة عادية. she is. she is doing better today. طيب هنا. number turn. بعد lock يجي هنا. بعد lock. المكان ده تيجي علامة التعجب. اوكي? طيب. بعد كده. خلصنا خلاص. lock دي لوحدها كأنها جملة. لان ده في الام. اوكي? يبقى لما هنبدأ بعد جملة جديدة الحرف الاي ده يبقى كبد. عارف الاي يبقى كبد يعني معلوش مقطة. طيب فيه هنا اختصار الابستروفي از. الابستروفي اس لدي اختصار از. اه دي الابستروفي احنا عملناها اللي هي الفاصلة العلي. احنا قلنا ده اختصار از. خلص خلصنا نضع في اخر الجملة. اهي. يبقى بعد lock. نضع علامة التعجب. اقلنا الاي الاول الاي هي حرف كده لانها بداية جملة جديدة. الابستروفي اس دي للاختصار بتاع از. خلصنا جملتنا نضع في الاسطور. كده وصلنا لصفحة ميتين واحد واربعين. تابعونا على قناة انجليز اتدائي مع مسانة السمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.